موسيقى اهلا بكم متابعا في السابق رجعنا لكم في القائد اليوم معنا ضيف جد مميز وهو سي بن داود كستاب مقدم ومعيد برنامج خيال البلد اللي كيت تعرض على القناة الثانية اهلا بك سي كستاب شكرا لشيماء بارك لوفيك شكرا على الاستدافة يا رب داخليك سي بن داود البرنامج ديالك حدا واحد الشعبية واحد الشعبية كبيرة وحسب نسبة مشاهدة ضخمة فشنو السبب والسر وراء النجاح دي البرنامج ديالك اه تقريبا هذا الموسم السادس اللي قم دخلوه ان شاء الله بالنسبة البرنامج خير البلد هي ممكن اش اسرار بقدر ما كين واحد المجهود كي تبدل يعني اهليات دي الاشتغال دي العمال كتطور كين فريق وراء هذا البرنامج يعني مرورا من مديريات البرمجة اللي كين شكروه على رأسها المسؤول الاول دياله بطبيعة الحال كين القناتين المديريات العام وكين مديريات الانتاج بطبيعة الحال وكين يعني مجموعة من المتدخلي اللي كي ساهموا يعني كل واحد بالايد ديالو في اخراج واحد الحلة اللي ممكن تكون قبولة بلسبة المشاهد وكتغطي بشكل كبير يعني اهمية ديال الاعلام الفلاحي وبنسبة لك اسيم داوت تايلت هات 6 سنوات وهات 6 مواسم كيفاش تقيم هات المدة هاتي وهات الفترة اللي قديسعة في البرنامج هو بطبيعة الحال كانت الولادة والمخاض في 2019 من بعد يعني يعني عام بعد عام احتلق احنا نوضبات قريبا في الموسم السادس احنا في سنة 2022 وعلى وشك استقبال 2023 العمل بطبيعة الحال كان متواصل وكان حاول ممكن نطور نفسنا من خلال طريقة العمل ديالنا اهليات التصوير ثم الموادع اللي كان حاولوا نشتغلوا اللي كانت نسبيا في هالحضور الجغرافي على مدار لطبيعة الحال مجال توراب المملكة المغربية شمانا جنوبا شرقا غربا برا وبحرا بطبيعة الحال يعني كنحاول نخلقوا احد نوع من التوازن لعالمستوى الجغرافية وعالمستوى الموادع اللي كانت نترح بها وبالنسبة لبرنامج ديالك صلت في الضوء على مجموع من الامور اللي كانت تخص الفلاحة والفلاح بداية من الأسلوب بالفلاحة الأنواع ديالها التعاونيات الفلاحية وركزتي على التعاونيات الفلاحية خاصة منها النسبية ولكن بالنسبة لك شنو الفكرة اللي خرجتي بها من هاد المواسم نفات وكمين؟ بطبيعة الحال كان عندي الهدف الأساسي والتأسيس للإعلام الفلاحي كان عرفوا أن سنوات الخمسينيات وفجر الاستقلال ستينيات سبعينيات ثمانيات 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 كانت واصلات قصيرة في الزمن ومحدودة على مستوى المواسم كانت واصلات إشهارية إعلانية لتتعنب الإرشاد الفلاحي وكانت وجوه لي قليلة ومعروفة ومعروفة بطبيعة الحال وما كانت تأسيس للإعلام الفلاحي كانت البداية من الإداعات والقناة الثانية كانت سبقة في هذا المجال أنها أسات من خلال برنامج خير البلاد اللي عنده هذه الريادة للإعلام الفلاحي إعلام اللي يحاول أن ناقش المشاكل في الله والإعلام اللي يحاول أن يبرز الخيرات اللي يتمتع بها المملكة الإعلام اللي يحاول أنه يكون سيرة وصل لطبيعة الحال وقاطرة يعني أنه يحاول ينمي هذا القطاع الفلاحي سواء على مستوى المبادرات الفردية الجماعية تعاونيات وخاصة مقاربة النوع اللي ساهم وكن نظن أنه نجح في هذا البرنامج أنه يؤسس لها الفعل النسائي اللي يشتغل ونجح ووصل بطبيعة الحال إلى مقاولات وكان الاحتراف وهي اللغة السائدة بطبيعة الحال اللي من خلالها عبر الحدود إلى خارج طبيعة الحال المملكة فهنت جولتي يعني كافة بقاع المغرب من السمال إلى جنوب ماذا رأيك خلال جولة بطبيعة الحال هذه الحقيقة لا يمكن أن نكرها إلا جاحد المغرب يتغير المغرب يتطور المغرب يتغير تقريباً بطبيعة الحال الانسان يطمح ويطمح كانت بينات تطور على المستوى الفلاحي كانت رؤية لتغيرات بطبيعة الحال كيف ممكن استطمر المجال الفلاحي كيف ممكن نشتغل مع قطاعات أخرى بشكل متوازي من أجل التنمية هذا الشيء ما كنا نعرفه قبل كيف ممكن السياحة والفلاحة تمشكل بشكل متوازي مثلا أنا فلاح ومسقط عندي ضيعة لكي نشتغل على تسمين ما هو سياحي تسمين ما هو توراتي بطبيعة الحال من خلال المتاحف من خلال الأشياء اللي كتميز بلادنا بطبيعة الحال مثلا المجال الهنمية والغابات اللي هو يعني السحر دياله خاص ومميز وكيميزنا على باقي مناطق العالم بطبيعة الحال اللي مازال كينشتغال فيه بطبيعة الحال كين مقاربة ديال كيفاش ممكن نشتغل على فعل تنموي اللي كتكون الساكنة هي البوصلة اللي بغير نقول اللي يمكن مشغولها التنمية كيفاش ممكن الفاعل بطبيعة الحال المؤسسات الإدارات كيفاش تشتغل في إطار مقاربة التشاركي هاتش الحمد لله حاولنا أنا نبرزو وبطبيعة الحال كين نجاح في هذا المجال هذه قناعة إعلامي مغربي يعني حبه يزداد يعني لحظة بعد لحظة لهذا الوطن ولهذا المملكة فهذا فخر بطبيعة الحال قاعد شركة تسخر بي البلاد يعني فخلينا بجموعين بالنسبة لبلادنا بالحديث عن بلادنا فهنا كنعيش وحد الموجة دي الجفاف للأسف ومشغل إحنا إنما العالم ولكن إحنا ندويو على البلاد ديالنا فواش البرنامج ديالك غايد يتطرق لهذا المشكل في الموسم ديال الجفاف طبيعة الحال سنوات الجفاف طبيعة الحال هي مستمرة لمشوري ذات هذا العام أو العام اللي قبل يعني الجفاف أصبح وهذه بلغة العارفين والمكتصين أنه أصبحها بينيويا اللي كان قلوه بينيوي إذن يجب تعايش معه أو اشتغال على مبادرات أو أساليب أو بدائل اللي هي كتحط الجانب ديال الجفاف راه هو الله بينيوي إلا موهيك إذن أنا طبيعة الحال لسوتينا على برنامج طبيعة الحال كانت مبادرات كانت حلقات اللي خدمنا على هذه المسائلة خدمنا على بدائل في الزراعات اللي كتراعي لاستهلاك الأمثل ومعقلاً لمياه وما يكونش تستغلال أكتر كانت زراعات كثيرة في الشرق في وسط المملكة مثلاً بحلبة الكامون مثلاً اللي هي زراع عبداتك تطور وزيت يعني إحيات في الشرق مثلاً فيقي كناموداج مثلاً بعرفة إلى آخره المنقوب عين الشعير يعني وكين زراعات أخرى اللي مثلاً مثلاً في فسوس كانت الحوامد بطبيعة الحالكين أزما ولكن ربما يعني الفلاحة اشتغلوا على بدائل وخدموا مثلاً على الخوخ الشهدية لما تسهلك المبزة ومديرة للداخل كين حوجات أخرين بالنسبة للخضروات يعني كيف كنقولو التأقلم مع الظروف يعني كتهم لي أن الفلاح أو السياسة القطاعية لوزارة الفلاحة حتى بطبيعة الحال كتبشيفة الجانب هذا لأنها تقلب على مقاربات بالنسبة للنودرة المياه بطبيعة الحال كينتصورات دي البرنامج البعض من اشتغلنا عليه والبعض بطبيعة الحال ما زل يعني كين أفكار يعني قريبا غدتتطرح بطبيعة الحال بطبيعة الحال بتنسيق مع الجهات المعنية غير إدارة بطبيعة هذه القناة الثانية مع المؤسسات مع وزارة الجهز والماء مع وزارة الفلاحة اللي هي شرك أساسي بالنسبة لي أنا كبرنامج اللي كالقى منهم السند والدعم والمواكبة يعني كين مشاريع في هذا الجانب هذا وخص عر كتير من التحسيس في هذا الجانب هذا والتوعية ومثل هذا البرامج يعني كتقوم بهذا الدور هذه كتحاول أن تقوم بهذا الدور وبنسبة الموسم الجاي ديالك شنو هما الجديد ديالك يعني شنو الجديد ديال الموسم خير البلاد بطبيعة الحال في موسمه الجديد اللي غادي يكون بطبيعة الحال أسبوع التانين من شهر أكتوبر كان مجمعة من رحلات والتفكير يعني اشتغلنا هذه سنة على أننا نحاول ما أمكان نكونوا أداة أو وسيلة لتقريب المشاهد من الخيرات ديال البلاد ومن المبادرات اللي كتسعى أنها وما يكون ذاك الاشتغال بشكل قطاعي كل قطاع يشتغل نرسه يعني السياحة عند دور دياله الفلاحة عند الدور دياله موروط التقافي والثقافة بشكل عام إذا اشتغلوا هذا التولاتي هذا بطبيعة الحال بلا شك أننا قد نوصلوا ونبلغوا هذا البيت بطبيعة الحال مثلا صفرو صفرو يعني مدينة يعني قديمة مدينة ديال التورات مدينة ديال التنوع التقافي مدينة ديال المكون الإسلامي العربي الأمازيغي اليهودي حاولت في حلقة من الحلقات اللي غادة تكون في الشهر الجي إن شاء الله هو كيفاش هذا المكون التقافي يساهم في بلورة واحد الفعل التنموي كيف مثلا كينا السياحة القراوية الجبالية معروف بها صفرو لأننا كان عرفوا أن بعض المدن تكون قريبة من المدن الكبرى يكون واحد من المشي حيف ولكن يكون واحد من تصليف الضوء على المدن الكبرى و الحال أن صفرو هو الكنز كبير الذي وجب الجهات المعنية كمواطن مغربي كإعلامي و شفت بعينيه صفرو كان مبادرات فردية كان تأسيس لهذه الأمور كيفاش في الطبخ المغربي الأصيل نبيعه به هذا الشير لا يوجد بلدان أخرى يعني يعني العادة التقاليد لا يجب أن نهملها لأنها عنصر من عناصر التنمية المحلية عنصر من عناصر إبراز ما تسخر به المملكة دينا كذلك بطبيعة الحال إلى جانب هذا الأمر كان مشاريع كبرى التي عكفت على وزارة الفلاحة مثلا ما يسمى بالأقطاب الفلاحية كانت البداية نعمل مع القطب الفلاحي في بركان هذه الحلقة من الحلقات التي ستكون إن شاء الله حاولنا نعمل على القطب الفلاحي المكناس أو كاليبول يعني القطب الجودة المعروف ومشهود عن مستوى الدولي كقطب يعني يعني بتطوير المجال الفلاحي والصناعة الغدائية إلى أخير هذا الشيء الذي يخص المشاهد المغربي المواطنين المغربي يوقف عليه ويشوفه ويعرف فين وصلنا في هذا المجال نحن ننتج أي نعم وصلنا إلى الإنتاج معين في سلسلة من ثلاثة الإنتاج ولكن وصلنا كذلك لمحطة التسمين من خلال تعليف وإلى أخير من خلال نوع من الترسيخ تقافة الإحتراف إلى الفلاح المتوسط الكبير التعاونية إلى أخير هذه حلقة إن شاء الله ستكون مميزة وفيها كذلك زيارة إحدى الضيعات الفلاحية في بركاء في أقول حاجب اللي كان فيها بطبيعة الحال التعريف بالضيعات النموذجية بتطور الفلاح اللي كتعرفوا كيف ممكن الفلاح أو صاحب الضيعة أنه يتماشى مع المتغيرات يتماشى مع التكنولوجيا الحديثة اللي بطبيعة الحال أصبحت يعني كيف كنقوله ضروري منا لا مناسبنا كذلك عكفنا على الجانب اللي خصتنا في هذا المجال كان بحث زراعي كان مؤسسات دولة اللي كانت تشتغلها مثلا مع الوطني المحث الزراعي المعروف في لنغا أنا أكتشف معهم ومن خلال أنا المشاهد يعني مثلا كان ضيعة نموذجية في العنصار في النواحي الحاجب اللي كانت تشتغل على البذور على الأشجار المتمرة وكانت نجاحات كبيرة في هذا الجانب كذلك دخلت لتجارب أخرى مثلا ما يسمى التدبير التي تصير معقل ضيعة الفلاحية والتي لا تكون مكلفة في الشهر أو الأيام أو السنوات الأولى لكن في اللح يشتغل على الفلاح وزراع بطبيعة الحال من خلال نظام معلوماتي معين ومعين ومعين البلاد يجب أن يستطيع بطبيعة البلاد التي يخدم هذه التطبيقات مثلا همبارة بعيدة ويعرف كيف يصير ويستغلال معقل فيها ضمان الجودة للمنتج مثلا نحب الملوك المعرف في بيسفرو وكانت زيارة كذلك الأقليم الجنوبية بالنسبة للجهات العيون الساقية الحمراء لكن حاولنا كثير من مفاجآت بطبيعة الحال حاولنا نعمل المنتج المحلي الصحراوي من خلال الجولة اخذتنا من فم الواد للعيون للصمارة والمشاهد سوف يرى الطريق نجحنا وصلنا لنجاحات الفعل التعاوني كنا نعمل على المنتج المحلي وقاطرة من المحلية مثلا كنا نعرف المعروف بها المنطقة كاللماعز كذلك ما تجارب مجموعة من الفلاح الذي يريد التمنوع المنتج المعز ويعمل في المستقبل كاللماعز المرأة الصحراوية التي نحييها من المينبر وكيف تربط الماضي بالحاضر من خلال التكاوين التي تخدع عليها ومن خلال استماع والإنصات مثلا المرأة الصحراوية ومثلا العشاب الطبية الصحراوية المعروفة بهذه الصحراوية المعروف به الجنوب المغربي كيف كتمنوا وكتخدموا بشكل تعليب دياله بالمعايير الصحية المعتمدة من خلال المكتب وطني السلام الصحية وكتروج ومشيت كذلك الصمارة لكي تتمين لحوم الإبيل من خلال الودك الشحماء التيشطار ومشيت ومشيت هذه كلها عناصر من العناصر التي تجعلنا كغربا نفخروب لأنه 200 رمي لا يمكن أن نطلق إلا ما هو محل وكذلك السناعة التقليدية المعروفة بهذه العيوم في طبيعة الحال ومشيت المجمع السناعة التقليدية ومشيت الصانع التقليدي ودور طبيعة الحال في إبراز هذا المورود وعرجنا كذلك على مشاريع فلاحية كبرى التي بدأت بطبيعة طلبات العروض فيها في منطقة تبعد على العيون ب400 كلمتر أو 600 كلمتر في منطقة الجريفية واحد المجال الذي يفضل في عام عامين أو أقل ممكن نشوفه لول أخضر يكسو هذه المنطقة لها مشاريع فلاحية كبرى التي ستفضل من أبناء المنطقة في الخضروات في الأعلاف إلى آخر رأينا كذلك تعاون تساقي الحمراء طولت عليك بزيار موادع هي مهمة لقد لاحظت أنكم اعتميزوا بالجهة الجنوبية في هذه الحلقات الموسم بطبيعة الحال المملكة المغربية كل كالدور في الشبكة أو في الحلقات التي نفعلها في خير البلاد هذا أكتوبر ونوفمبر يكون تزامنا مع عيدين عزيزين علينا بطبيعة الحال كين عيد المسيرة الخضراء وكين عيد الاستقلال الذي سيكون في شهر نوفومر هذا هو برامج الذي سيأتي بطبيعة الحال تزامنا مع تزامنا بطبيعة الحال وكذلك البحر لا ننسى وركز على العنصر النسائي ودور وخاصة المرأة الصحراوية لدخلات المجال البحر وخاصة من القناة تسويق الأسماك رافقنا واحدة من الأخوات التي تشتغل معها التي تحييها العالية أحمد مغرب الله واحدة من الوجوه النسائية التي تشتغل على تمكين النساء الصحراويات ونساء المنطقة من أجل يكون عندهم دخل معقول بطبيعة الحال وفيه تتميل المنتوج البحري كان كذلك جولة دينا للمكتب الوطني السلام السحية ودور دياله في متابعته مواكب تول المنتوج البحري من المركب حتى المستهلك الأخير المشاهد المغربين إن شاء الله في باقي الحلقات ديال خل البلد إن شاء الله نتمنى لك توفيق أكثر وأكثر وإن شاء الله سنحرصوا على مواكبة الجديد ديال برنامج ديالك فبهذا نكون وصلنا مشاهدين لنهاية اللقاء لليوم على أمر أن نطلقوكم إن شاء الله في لقاء جديد مع موضوع جديد وضيف جديد السلام عليكم اشتركوا في القناة